اختتمت بمديرية التواهي المسابقة المنهجية للعام الدراسي 2020-2021 لمدارس مديرية التواهي الأساسي بحضور عدد من مدراء المدارس والكوادر الإدارية والتعليمية وعولياء أمور الطلبة من المدارس المشاركة وشهد مدير مكتب التربية بمديرية التواهي أنيس عبدو حجر بتفاعل مدراء المدارس والطلاب المشاركين في المسابقة ودور منظمة بداية شباب للترمية المستدامة على دعمها لهذه الفعالية وفي ختام الفعالية تم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز والشهادات للمراكز الأولى حيث حصلت ثانوية محيرز للبنات على المركز الأول للمدارس الثانوية ومدرسة آزال للبنات للمدارس الأساسية